موسيقى الأخبار السابع صباحا هنا تونس الإذاع الوطني التونسي مستمعين مشاهدين كرامنا كنتم مسعد الله صباحكم وبارك يومكم وفي عنوين هذه النشرة الاستحقاقات المشتركة لتونس وليبيا خاصة على المستوى التنموي والاقتصادي وتفعيل آليات اتحاد المغرب العربي أبرز محاور زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إلى ليبيا رئيس الحكومة يؤكد أن الوضع الاقتصادي للبلاد خطير جدا ويستوجب توفير مناخ سياسي مرائم لإنعاش الاقتصاد وزارة الصحة تحذر من ضعف الإقبال على التسجيل لتلقي اللقاح ضد فيروس كورنا يوم غضب وطني نفذه المهندسون بالقطاع العام اليوم بساحة الحكومة بالقصبة والقمر الصناعي التونسي تحدي واحد تشالانجوان جاهز للإطلاق يوم السبت المقبل احتفاء بعيد الاستقلال في إطار زيارة الدولة الرسمية التي أدها أمس إلى ليبيا عقد رئيس الجمهورية قيس سعيد لقايات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميدة بيبا خصصت لبحث الاستحققات المقبلة لكل البلدين وخاصة على المستوى التنموي والاقتصادي إضافة إلى الاتفاق على أهمية التسريع بعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وفي ندوة صحفية جمعته في ترابلس برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي أكد سعيد أن المباحثات بين الطرفين شملت عدة مجالات بينها الصحة والتعليم كان الوقت لأن نتزاوز كل أسباب الجفاق تم الحوار في جملة من القضايا ذات العلاقة بالعديد الميزين من الصحة ومن التعليم ومن الانسياب الأشخاص والسلع عبر المعادر وكانت وزاة النظر متطابقة هناك بعض المسائل الفنية التي لم نتناولها أو تم تناول العنوين القبرى لها لمثل كهر من مجل العليا النظر في محتواها وفي تفاصيلها ومن بين القضايا التي استمت إثارتها قبيل النذير والسفيان والبحث المتواصل عن النذير والسفيان خاصة وأن النائب العام هو الذي يتولى هذه العملية وكل منصر أو كل قرينة يمكن أن تفيد في هذا المجال أنا على يقين من أن أشقاءنا في ليبيا سيستغرونها للبحث عن الحقيقة من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي ضرورة العمل على إعادة العلاقات التونسية الليبية إلى سابق نساقها نحن لن ننسى وقفة الشعب التونسي معنا إلى تهاديه الفترات ونؤكد سيادة الرئيس على خصوصية العلاقات ووحدة المطير والمستقبل المشترك بين شعبين وبلدين وسنعمل معا على إعادة العلاقات لسابق طبيعتها في كافة المستويات كما بحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث تم تأكيد على أهمية تنسيق المواقف حيالها من خلال تكثيف الاجتماعات التشاورية وضرورة تفعيل آليات اتحاد المغرب العربي والإصراعية في عقد اجتماعاته على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى القمة عاد رئيس الجمهورية قيس سعيد مسامس الرئيس السابق محمد الناصر في المصحة إثر تعرضه لوعكة صحية واتمأن على صحاته وتحادث مع التاقم الطبيع المشرف على متابعة وضعه الصحي متمنيا له الشفاء العاجل وتمام الصحاتي والعافية أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أن الوضع الاقتصادي للبلاد خطير جدا ويستوجب توفير مناخ سياسي سهل عملية الإقلاع الاقتصادي من خلال الانكباب على وضع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود يلزمني نذكر اللي الوضع الاقتصادي نتاع بلادنا خطير جدا معناها المسألة هي مسألة جدية يظهر اللي يلزم نتوى أن ننكبه على الإصلاحات الاقتصادية ننكبه على البروغرام دورانس إيكونوميك وماذا بينا السياسة هي اللي توعى بالمسألة هذية وتكون المناخ السياسي يكون مساهد لإعادة الإقلاع الاقتصادي لأنه في الأخر التونسي بيش يستنى منا بنية تحتية يستنى منا قطاع الصحي يستنى منا المحافظة على قدرة الشرائية وليس يستنى منا المناكفات السياسية تصريح المشيش يأتي خلال إشرافه على أولى لقايات بيت الحكمة بقصر أو بقرتاج للانتلاق في خطة الاصلاح الاقتصادي من أجل مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لقاء حضره كل من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة الصناعة التقليدية سامير مجول والأمين العام للاتحاد العام تونسي للشغل نور الدين الطبوب وعدد من الفاعلين الاقتصاديين كما كشف المشيش في ذات السياق أنه يجري العمل على إرساء ديناميكية اقتصادية تستقطب اهتمام السياسيين للمساهمة في إنجاحها معربا عن أماله في انخيرات كافة مكونات الطيفة السياسية في هذه الديناميكية قاعدين نخلق في ديناميكية ايجابية ديناميكية اقتصادية إن شاء الله هي تجلب السياسي نحو هذه الديناميكية يزولي هدايا بشكلة الديناميكية الإيجابية وماذا بنا قال لي كافة مكونات الطيفة السياسية تنخرط معالها في الديناميكية الإيجابية لأنه هذا في الأخير اللي يستنى في المواطنة تونس لقدر الله كانت توصل الأزمة الاقتصادية في البلاد إلى وضعية بخلص وفي تصريح أعلامي أدل به على هامشي لقاء بيت الحكمة شدد الأمين العام للمنظمة شغيرة نوردين الطبوب على أن لقاء لا علاقة له بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن الحوار الوطني ولفت إلى أن الأمر يتعلق بتبادل الأفكار والمقترحات حول السبل الكفيلة بإنعاش الاقتصاد التونسي لا غير هذا اللقاء ليس له علاقة بالحوار معناها لطرحوا الاتحاد العام التونسي للشغل خنكونوا واضحين وهذا شرطي كان من الأول ولهو في علاقة بشروط صدوق النقد الدولي كما بعض السفراء بعض معناها المؤسسات المنح التصلب الحكومة بالرئاسة بمجلس النواب التصلب المنظمات الوطنية منهم الاتحاد العام التونسي للشغل من جهته شدد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وصناعة تقليدية سامير رمجول على ضرورة إنقاذ البلاد لأن الوضع صعب جدا مضيفا أن النهوذ بالاقتصاد يتطلب رؤية واضحة للمسار السياسي للبلاد وأكد مجول استعداد منظمته لتقديم الدعم في نطاق اتفاق بين منظمة الأعراف والحكومة واتحاد الشغل للمساعدة على بلورة رؤية تيسر حصول تونس على تمويلات من المانحين الدوليين في تحيين للوضع الوبائي بفيروس كورونا في تونس أعلنت وزارة الصحة تسجيل 34 حالة وفات و766 إصابة جديدة بتاريخ 19 من مارس الجارية وصلت أمس إلى تونس دفعة الأولى من لقاح فايزر المقدرة ب93 ألف وستمائة جرعة على أن تتولى الدفعات تباعا خلال هذا الشهر والأشهر القادمة لتلقيح حوالي 120 ألفا من الصفوف الأولى للإطار التببي وشفه التببي في مرحلة أولى على أن ينطلق تلقيح المسنين قبل حلول شهر رمضان المعثم وحذر مدير عام السحة فيسل بن سالح بالمناسبة من ضعف الإقبال على التلقيح حيث لا يتجاوز عدد المسجرين في منظومة إيفاكس 587.199 شخصا ينفذ اليوم المهندسون التونسيون بالقطاع العام يوم غضب وطني بساحة الحكومة بالقصبة المطالبة بتطبيق الاتفاقية الممضات والمتعلقة بالمنحة الخصوصية لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون أكد أن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي تمهيدا للدخول في إضراب مفتوح بكافة المؤسسات والمنشآت العمومية إلى جانب اعتصامات في جميع مقرات الهيئات الجهوية للعمادة وذلك في صورة عدم الاستجابة لمختلف مطالبهم تعهد رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية بالنيابة هشام المشيشي أثناء لقائه أمس بمقر الداخلية وفدا عن نقابة وطنية للصحفين التونسيين تعهد بمحاسبة المعتدين من الأمنين على الصحفين وعدم التستر عليهم والإدانة العلنية للاعتداءات كما عبر اللامشيشي وفق بلاغ أصدرته النقابة عن إدانته للاعتداءات الأخيرة وتضامونه الكامل مع الصحفين الضحايا مؤكدا أنها ليست سياسة ممنهجة للحكومة من جانبه لفت نقيب الصحفين محمد ياسين جلاسي إلى خطورة ارتفاع عدد الاعتداءات الأمنية العنيفة على الصحفين خاصة في الأيام الأخيرة وضرورة وضع خطة لمعالجتها مطالبة بمحاسبة المعتدين من الأمنين وضرورة الإدانة العلنية لهذه الاعتداءات في شؤون اللفظاء تم أمس تثبيت المركبة الفضائية الروسية سويوس 2 التي ستضع القمر الصناعي تونيسي تحدي واحد تشالانجوان في المدار على منصة الإطلاق في وضع عمودي ويعتبر تشالانجوان أول قمر صناعي عربي وأفريقي الصناع سيتم إرساله إلى الفضاء يوم السبت المقبل بالتزامن مع الاحتفالي بعيد الاستقلال نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين ومن أنباء العالم تجاوزت حصيرة وفية كورونا مليونين وستمائة وخمسين ألف حالة فيما فاتت أعداد الإصابات مئة وعشرين مليون إصابة منذ ظهور المرض في وهان الصينية رجحت دراسة دنماركية نشرت أمس في مجلة العناستة الطبية أن الأشخاص الذين وصيبوا بكورونا تتشكل لديهم حماية من الإصابة مجددا بالفيروس إلا أنها أشارت إلى أن الأشخاص الذين تزيدوا عمارهم عن خمسة وستين عاما أكثر عرضا للإصابة مرة أخرى وصيب ستة أشخاص جراء الزلزال القوية الذي ضرب ولاية بجاية الجزائرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس وأفادت الحماية المدنية بعدم تسجيل أي خسائر في الأرواح حتى الآن حسب ما ذكرت صحيفة النهار الجزائرية على موقعها الرسمية منذ قليلة رد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري على تصريحات لرئيس الجمهورية ميشيل عون بأن خيره على تمرير التشكيل الوزارية أو الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة في لبنان قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن وكالات الإغاثة لم تتلقى حتى الآن سوى 374 مليون دولار من أصل 3.8 مليار دولار تقول الأمم المتحدة أن اليمن يحتاجها للحيلولة دون ما يمكن وصفه بأسوأ مجاعة في العالم منذ عقود انتقدت كل من إيران وروسيا قرار بريطانيا تعزيز ترسانتها النووية للمرة الأولى منذ عقود ورفع سقف مخزون الرؤوس الحربية النووية من 180 إلى 260 بزيادة تبلغ حوالي 45% توفي أمس الرئيس التنزاني جون ماجوفولي متأثرا بنوبة قلبية حادة عن عمر النهزة 61 عاما وتتولى سامية حسن نائبة الرئيس الأولى الآن منصب الرئاسة حتى إجرى الانتخابات القادمة عام 2025 أعلنت الأمم المتحدة مقتل 15 طفلا منذ الانقلاب العسكري في مينمار وأكدت وضع آلية تحقيق مستقلة ستجمع أدلة لتسهيل محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الدولة الآسيوية بهذا مستمعين مشاهدنا الكرام نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية قدمنا لحضرتكم من إذاعة الجمهورية التونسية وليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها في هذه العنوين الاستحاقات المشتركة لتونس وليبيا خاصة على المستوى التنموي والاقتصادي وتفعيل آليات اتحاد المغرب العربي أبرز محاور زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إلى ليبيا رئيس الحكومة يؤكد أن الوضع الاقتصادي للبلاد خطير جدا ويستوجب توفير مناخ سياسي ملاء ماء لإنعاش الاقتصاد وزارة الصحة تحذر من ضعف الإقبال على التسجيل لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا يوم غذب وطني نفذه المهندسون بالقطاع العام اليوم بصاحة الحكومة بالقصبة والقامر الصناعي التونسي تحدي واحد تشالانج جوان جاهز للإطلاق يوم السبت المقبل احتفاء بعيد الاستقلال نهاية هذا المعادل الإخباري المفصل أمنه لحضراتكم إذا عين أي من التنفوري وتلفزيا شاكر بالقسم عجم التحية مكرم الهداجي المشوار يتواصل بعد قليل مع حاتب بن عمارة وكامل الفريق في يوم سعيد متابعة طيبة للجميع في أمن الله اشتركوا في القناة